اشتركوا في القناة وادل جميع إخواني إلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نحن دائما ندخل نفسنا في مضايق ثم نبحث عن المخارج الأصل ينبغي لنا أن لا ندخل هذه المضايق وأن نبعد عنها وأن نجتهد في النأي عنها ما استطعنا ثم إذا تورط الإنسان باستزلال الشيطان أو الهوى أو أي سبب من أسباب الوقوع في السيئة والمعصية عند ذلك يطلب المخرج لا شك أن أصل حقوق الناس لا يعفى عنها إلا بالإسقاط والسماح ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روه مسلم من حديث العلام عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرجل يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وزكاة يأتي شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وسب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه تصور يا أخي أنت قد تكون واحدا من هؤلاء الذين أخبروا أن أبي صلى الله عليه وسلم أنهم مفلسون فاتق الله تعالى وحفظ لسانك في أول المراتب ثم حرص على التحلل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إنما تكون الحسنات والسيئات نسأل الله أن يعيننا وأن يتحمل عننا وأن يعفو الطريق في التخلص من حقوق الخلق طلب التحلل منهم هذا هو الأصل إذا كان يترتب على هذا مفسده أكبر كأن تكون مثلا إذا ذهبت إليه وقالت أني اغتبتك حصل قطيعه شر وفساد بينهم أكبر من مفسدة الغيبة ومصلحة التحلل منها عند ذلك تقدم المصلحة الأعلى فنقول اجتهدي في أولا الثناء عليها في المجالس التي اغتبتها فيها بخير تعلمينه فيها مثلا أنت قلت أنها مثلا متبرجة ويقولي في المجلس ما تعلمينه من خير أنها تصوه منها صاحبة صدقة ما يخلو المؤمن إن شاء الله من خير في كل خير بإذن الله وإن كان في جانب من جناب القصور اذكريها بالخير الذي تعلمينه فيها لا تحطين فيها شيء موفيها لكن اذكريها بالخير الذي هو فيها هذا واحد ثانيا اجتهدي في الاستغفار لها وقد جاء في ذلك حديث ذكره بعض العلماء بالحسن عند البزار أنها كفارة من اغتبته وأن تستغفر له لكن حديث فيه بعض الوهن وعلى كل حال لا شك أن الاستغفار من الإحسان الذي يتخفف به الإنسان من السيئات فإذا استغفرتي لها وسألت الله لها الخير وأن يرفع درجتها وأن يعفو عنها هذا من الإحسان الذي تقدميه إليها أيضا الإحسان المادي بالهدية بطلاقة الوجه بالبشر بأنواع الكلام الطيب كل هذا مما إن شاء الله تعالى يحصل به نوع تكفير اشتركوا في القناة